ماذا عن صديقك باسم يوسف؟ موقفك مما أداه باسم خلال الأزمة الأخيرة الحرب على غزة؟ وهل تظنين أن موقع الطبيعي لباسم هي الولايات المتحدة الأمريكية أم مصر؟ والله هي اختيار اختيار هو اللي اختار مصر موجودة مصر مش منعنه هو يعيش في مصر ولا منعته ولا قهرته ولا أبضت عليه ولا أي حاجة خالص وبعدين باسم إذا كان عنده أي موقف من الحكم يقوله ما يخبيش يعني لكن هو ظهر في الفترة الأخيرة بشكل إيجابي جدا في موقفه مع فلسطين وقدر كصوت عربي أنه يعني يصرخ بأعلى صوت ويوصل الرسالة عن الظلم البين الذي يحدث على أرض فلسطين والحقيقة هو بيستغل السخرية ودي وأنا شخصيا كاتبة ساخرة وبحب استخدام الأسلوب الساخر لكن السخرية بتوصل بسرعة جدا للبسطاء وبتوصل للرسالة فهو قام بدور إيجابي جدا أثناء الحرب على غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر